أزمة سكن الشباب فرخت أزمة أخرى أول من أفصح عنها أحد ضحاياها إنه الناشط والصحفي محمد عواد لجأ إلى وسيط عقاري بهدف استئجار شقة فوقع في الفخ دفعت له 1900 دولار أجار خمس شهر لأدن قال هو أنه صاحب البيت اللي عمله وكالة حاطت هذا الشرط المهم قال لي بتلحقني على البلدية لأنه صاحب البيت كتير أنوني وبدنا نروح نسبت هيدا الكونترا بالبلدية ثاني يوم صاري أجل هون أنا شكت أنه في شي غلط رحت على البلدية لأسأل عن هيدا الكونترا إذا وصل على مبنى البلدية طلع أنه هيدا الكونترا مزور العقار غير موجود بالمنطقة العقارية لبلدية الشيح للمتهم بعملية النصب رصيد مليء بحسب عواد وقد أصبحت المستندات والوثائق التي تدينه في عهدة القضاء بيشوف شقة على أول آكس بيحطهم عنده لما أنت بتتصل فيه لحتى تشوف هيدا الشقة بدك تاخدها بيحكي هو مع صاحب البيت بيقول له أنا شركة وساطة عقارية بياخد عشرين دولار على المشاهدة كل المشاهدة بيعطيك إليك عشر دولار وإلي عشر دولار بيقوم صاحب البيت هون بيعطيه الانفاتيح وبيقول له نروح شوف البيت وعم يستفيد صاحب البيت عمليات النصب اللي صار عملها يحيى سلمان أكثر من 200 عملية نصب بلبنان قصدنا الشركة لإعطاء صاحبها حق الرد من دون جدوى بابها مقفل والجيران يقولون إنهم لا يرونه إلا مرة واحدة في الشهر حاولنا الاتصال به والتواصل معه عبر الواتساب ولم نصل إلى نتيجة آخر ظهور لمنتحد صفة وسيط العقارات كان في الثاني عشر من أيار حيث شوهد عبر كاميرات مراقبة في منطقة صيدة وقد ترك السيارة التي استأجرها بعد أن تضررت بفعل حادث سير تركها أمام منزل المؤجر الذي رفض التصريح لأنه لا يملك رخصة لتأجير السيارات من تداعيات الانهيار الذي تعيشه البلاد تفاقم عمليات النصب والاحتيال عمليات ستزيد الصعوبات على الأجهزة الأمنية وسترفع نسبة الخطر على جنى المواطنين حسين خريس صوت بيروت انترناشنال ازال م temporal انترن حسب اشتركوا في القناة